في نفس السياق الأحزاب طبعا تفعلت مع هذا التشكيل وطلعت بيانات أمس رحبت فيها بتشكيل مجلس الأمناء اللي أعلنته إدارة الحوار الوطني وقال حزب الإصلاح والنهضة أنه فيه تنوع في أسماء الأعضاء اللي بيمثلوا كافة التوجهات السياسية الوطنية وده هيكون ضمانة أساسية لنجاح الحوار أيضا حزب العدل قال أن مجلس الأمناء بيعبر بشكل حقيقي وجاد عن القوى الديمقراطية المصرية حزب أبناء مصر قال أن الاختيارات موفقة جدا وأعضاء مجلس الأمناء عندهم خبرات سياسية تؤهلهم لإدارة هذا الملف بشكل موضوعي أما بالنسبة لحزب المستقلين الجدد فقال أن تشكيل مجلس الأمناء يعتبر خطوة مهمة تعبر عن جدية الحوار الوطني اللي دعا لي سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي